السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبابي الأعزاء هناك اعتقادا سائدا بين الأشخاص بأن الطيور هي كل كائن حي قادر على الطيران وهذا يتضح من الإسم العام لها فإنها تسمى طيور أي قادرة على الطيران ولكن تم كسر هذا الاعتقاد وإثبات عكس هذه النظري بوجود العديد من الطيور التي لا تمتلك القدرة على الطيران وتعيش في أماكن مختلفة على الكل الأرضي ويرجع عدم طيران بعض الطيور لبعض الأسباب مثل حجمها ووزنها المرتفعين والذي يصعب على الجناحين حملهما وكذلك نوع الأجنحة فمنها ما هو قوي ومنها ما هو ضائف ويعد البطريق والنعام والطووس وغيرها إحدى أنواع الطيور التي لا تستطيع الطيران البطريق هو نوع من الطيور البحرية غير القادرة على الطيران يعيش البطريق في النصف الجنوبي لكون الأرضي خصوصا في القارة القطبية الجنوبي لدى البطريق تكيف عالي مع الحياة في الماء إذ أن ريشها الأبيض والأسود يساعدها على التوميه بينما تحولت أجنحتها إلى زعانف ليساعدها على السباح تتغذى معظم أنواع البطريق على الكريل والحبار والسمك وأشكال الحياة البحرية الأخرى التي تصطادها أثناء الغاطس تحت الماء تقضي هذه الطيور نصف حياتها تقريبا على اليابسة بينما تقضي النصف الآخر تحت الماء أضخم نوع باقي على قيد الحياة من هذه الطيور هو البطريق الإمبراطوري يبلغ طول البطريق الإمبراطوري البالغ 1.1 من 10 متر ويزن حوالي 35 كيلو جراما أو أكثر ومن جهة أخرى يعد أصغر نوع حي هو البطريق القزم والذي لا يتعدى طوله 40 سنتيمترا ووزنه كيلو جرام واحد بصورة عامة تميل البطريق الأكبر حجما إلى العيش في بيئات أكثر برودة بينما تقطن البطريق الصغيرة بيئات معتدلة أو مدارية قد تدوم عملية فقص البيضما بين يومين إلى ثلاثة أيام ونظرا لمدى سماكة القشرة فتأخذ هذه المدة للفقص تولد الفراخ شبه عمياء ومكسوة بطبقة ضئيلة من الزغب وتعتمد على والديها اعتمادا كاملا في التأمين والغزاء والدفئ يفقس الفراخ غالبا قبل عودة الأم من البحر فيطعمه الأب مادة رائبة تتكون هذه المادة من بروتين بنسبة 59% والدهون بنسبة 28% تفرزها غدة في مريئة تعرف هذه المادة بحليب الحوصلة أو لبن العصفور يفرز ذكر البطريق هذه المادة لطعام الفرخ لمدة أسبوع حتى تعود الأم من رحلتها من البحر وتتولى إطعامه بالشكل الملائم أما بحال تأخرت أو لم تعد فإن الفراخ ينفق يتم إحنطان الفراخ طيلة ما يعرف بمدة الحراسة تتعرف الأنثى على رفيقها وسط مئات البطريق الأخرى من خلال نداءاته وتتولى رعاية الفرخ وتطعمه مما اختزنته في معدتها من الأسماك والكرل المخضومة جزئية بعد ذلك تناوب الأبوان على رعاية الفرخ بينما يحتضنه أحدهما يذهب الآخر إلى البحر ليختال وبحال طالت غيبة أحدهما أو لم يرجع إلى المستعمر بتاتا يتخلى الآخر عن الفرخ ويذهب إلى البحر تاركا الصغير يواجه مصيره المحتوم ولوحظ أن البيض المهجورة لا تفقص على الإطلاع كما أن الفراخ اليتيمة لا تصمد وحدها أبدا لكن لحظ أن الإناث التي لم تتذوج أو فقدت فراخها تحاول أن تحتضن إحدى الفراخ الشاردة أو تسعى لخطف إحداها من والدت وبحال تنبهت الأم فإنها تقاتل أنثة الخاطفة بتعاون مع الإناث المتجاورات لها حتى تسترجع صغيرها غير أن هذه المشاجرات الجماعية قد ينجم عنها اختناق الفرخ أو سحقه تحت أقدام البالغين تهجر هذه الأنثة الخاطفة أو التي حصلت على فرخا شريدا الصغير لأنها لن تستطيع أن تعتني به بمفردها فيهيم الفرخ على وجه عبر المستعمرة محاولة احتماء بالطيور الأخرى واستجداء الطعام منها ولكنها ترفضه جميعا فيزداد ضعفه شيئا فشيئا ثم ينفق ويموت وقد أنشئت محطات أبحاث في المناطق الجليدي لاكتشاف كل ما هو جديد وقياس سرعة الرياح والعواصف حول القار القطبي الجنوبي لا تنسون